اهلا بكم طلاب الصف الرابع الاعتدائي انا مستر اشرف الغريب وهكون معاكم في درس النهاردة اللي هنحل فيه تمارين وتدريبات الدرس السادس احنا تكلمنا في الدرس ده عن الاعاد القومية في محافظتنا وكمان عرفنا شكل الشعار بتاعها والرموز الخاصة بالمحافظة دي افكركم دايما تكونوا محضرين ورقوا قلم وكتاب المدرسة واهم حاجة تكونوا مركزين عشان احنا دايما هنسأل ونلاحظ ونفكر فكل حاجة هنتعلم طيب خلي بالك احنا بس عايزين نراجع تاني كده ونأكد على الاهداف بتاعتنا اللي موجودة عندنا في الكتاب والاهداف دي زي ما قلناها المرة اللي فاتت هنبدأ نأكدها كمان المرة دي اول هدف احدد الحدث المرتبط بالعيد القومي لمحافظتي ومظاهر الاحتفال يبقى الهدف ده مهم قوي طب تعالي نشوف الهدف التاني ابدأ ان انا اشرح سبب وجود شعار لكل محافظة واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان كل محافظة لها شعار مختلف عن المحافظة التانية وده حسب اتل حدث التاريخ المهم وكمان النشاط المشهور بسكان المحافظة اميز بين شعار محافظتي وعالم مصر يبقى هنا فيه فرق بين شعار المحافظة الخاصة بيا او المحافظة اللي انا ساكن فيها وبين علم مصر احدد رموز شعار محافظتي ومدلول كل رمز منها يعني كل رمز في الشعار ده ليه مدلول معين وده بيختلف من محافظة لمحافظة تانية ده بالنسبة الاهداف بتاعتنا لازم نتأكد ان هي وصلت كويس ولو فيه هدف مش واضح ممكن ترجع لمدرس الفصل بتاعك تعال كده نحل مع بعض الاسئلة اللي موجودة في صفحة 38 طيب فيه عندنا اسئلة في صفحة 38 لنبحث عن المعرفة ارسم وكتب ارسم شعار محافظتك في المساحة المخصصة للرسم طبعا هو يقصد الجزء ده ويبحث عن معاني رموزه ثم اكتبها يبقى هنا عايزين ان احنا نشوف كل واحد فينا ايه المحافظة بتاعته من المحافظات المصرية ونعمل سيرش على الانترنت ونطلع الشكل العام للشعار بتاعه وهنرسمه في الجزء ده وبعد كده هنكتب كل رمز موجود في الشعار مدلوله او معنى ايه طبعا النشاط ده مهم جدا بالنسبالك لازم ان انت تعمله وتاخد بالك منه كويس قوي انا هديك مثال وليكن محافظة الجيزة هنرسمها مع بعض ونبدأ نعرف كل رمز موجود في الشعار معنى ايه تعالوا كده نشوف اولا احنا عارفين في حاجات مشهورة في كل محافظة وبتبدأ ان هي تختلف من المحافظة للتاني يعني مثلا محافظة الجيزة مشهورة باهراماتها لو نسمنا الاهرامات التلاتة جنب بعض نحاول ان احنا نوصل للشكل العام لها عندي كمان الجزء ده خاص بمبنى من المباني المشهورة اللي موجودة في المحافظة وعندي في الجزء الخلفي في نص دايرة وهنبدأ ان احنا ناخد بالنا ان الجزء اللي في الجنوب في شكل للامواج وهنبدأ نفسر كل جزء بس بعد ما نلون الرمز ده حاجة حاجة كده عشان يبقى واضح طيب اولا بالنسبة للأهرامات هتبقى باللون الاصفر كلها انا بحاول اقرب لك الشكل العام للمحافظة او للشعار بتاع المحافظة يبقى هنا اللون اصفر وهنبدأ ان احنا نوضح الجزء التاني الخاص بالمبنى والجزء اللي في الجنوب وهو هيبقى باللون الازرق وهنبدأ نتكلم عن كل رمز من الرموز اللي انا رسمتها مدلوله ايه طبعا انا بحاول اقرب لك المعلومة شوية وانقلك التجربة عشان انت تكتهد بنفسك وتعملها بايدك يبقى هنا احنا بنحاول نبتكر ومنحاول نحن نطلع المهارات الخاصة بينا في مجال الرسم غير الجانب الخاص بالحفظ والجانب المعرفي ونبدأ نعمل ده برضو باللون الاصفر الجزء الخاص ده كله لونه اصفر والجزء الخاص بالمبنى اللي عندنا والقبة اللي موجودة هنعرفها حالا هي بتمثل ايه طيب عايزين كده جزء جزء نتكلم عنه طبعا انا اخترت شعار لمحافظة الجيزة تعالى نتكلم عن اول حاجة يعني مثلا الاهرامات هي المقصودة بالشعار ده يبقى احنا اتكلمنا عن اشهر معالم سياحية او اثار قديمة في محافظة الجيزة وهي الاهرامات كمان رقم اتنين المبنى اللي قدامنا هو جامعة القاهرة وهي من اقدم الجامعات المصرية ومن اكثرها الاهمية في نشر المعرفة والعلم كمان عندي رقم تلاتة هو نهر النيل في الجنوب وده شريان الحياة واساس الحضارة في مصر وتعلم الانسان حرفة الزراعة والاستقرار يبقى هنا انا عملت شكل تقريبي لشعار محافظة الجيزة وحاولت اوضح لك ازاي خدت كل الرمز وعبرت عنه قلنا واحد هي الاهرامات التلاتة طبعا من الاثار القديمة في عصر الدولة القديمة في الفترة الفرعونية وانتوا عارفين اسميهم زي خوف وخفرة ومنكورة عندي كمان الشكل اللي خاص بالمبنى وهو جامعة القاهرة وهي مبنى مهم جدا في نشر العلم عندي كمان نهر النيل في الجنوب وهو شريان الحياة ويمكن من المعلومات المهمة ان الجيزة كانت عاصمة لمصر الفترة زمنية طويلة وده كان في التاريخ الفرعوني يبقى هنا الجيزة كانت عاصمة قديمة لمصر فيها اثار كتير جدا اشهرها زي ما قلتلك موجود في الشعار هنا الاهرامات التلاتة وكمان مبنى الجامعة القاهرة وعندي كمان نهر النيل ده كده بالنسبة للسؤال الاول يارب يكون واضح بالنسبة لكم ويارب يكون المثال اللي نديته دوت يبقى كويس وواضح عشان ان كل واحد فيكم يرسم الشعار الخاص بالمحافظة بتاعته ويبدأ يعرف كل رمز معناه ايه وده من خلال الانترنت طيب تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعده التفكير الناقض فكر واجب ما رأيك؟ لماذا سممت كل محافظة الشعار الخاص بيها؟ يبقى هنا بيسألك انت ايه رأيك في ان كل محافظة بتعمل شعار مختلف عن المحافظة التانية طبعا احنا الاجابة دي تكلمنا عنها واكدناها وبنقولها تاني هنا كل محافظة سكانها ليهم نشاط مختلف عن المحافظة التانية وكل محافظة لها تاريخ واثار بتختلف للمحافظة التانية ولذلك الشعار بيختلف من محافظة لمحافظة يبقى الاجابة هنا رأيي لاختلاف ما بين المحافظات في الشعار بسبب أول حاجة اختلاف نشاط السكان يبقى هنا كل سكان بيختلف نشاطهم من محافظة كمان رقم اتنين اختلاف التاريخ والأثار من محافظة لأخرى عشان كده بيختلف شكل الشعار من محافظة لمحافظة طيب السؤال التاني كيف يمثل شعار محافظة تاريخها أو أنشطتها ماذا يعجبك في هذا الشعار؟ يبقى هنا بيسألك ازاي الشعار بتاع المحافظة الخاصة بيك انت بيعبر عن النشاط أو التاريخ اللي موجود فيها لان احنا قلنا ده بيختلف من محافظة لمحافظة وكمان انت اكتر حاجة بتعجبك ايه في الشعار الخاص بمحافظتك انا هنا هختار محافظة الجيزة وهبدأ ان انا اقول ان النشاط اللي فيها واحد انا عندي اثار اللي هي الاهرامات وعندي كمان جامعة القاهرة وهي رمز للتعليم طب اكتر حاجة بيعجبني في الشعار ده انا بصراحة اختار الاهرامات ايه السبب ايه السبب اللي خلاني قلت ان الاهرامات هي افضل شكل في الرمز ده انا هقولك الاهرامات اللي قدامك بالذات الهرم الاكبر يعتبر من عجائب العالم القديم او عجائب الدنيا السبع الهرم ده ضخم جدا تقريبا تم بناءه باستخدام 3 مليون و 200 الف حجر ومسحته تقريبا 13 فدان وهو مرتفع جدا ولذلك حتى الان كل الناس ما تعرفش ازاي اتبان الهرم بالشكل ده في وقت او عصر من العصور الفرعونية ويمكن عصر الدولة القديمة عرف بعصر بنات الاهرامات بسبب كسرة الاهرامات التي بنيت في هذه الفترة واكتر هرم مشهور هو الهرم الاكبر اللي عمله الملك خوف عشان كده انا اختارت الاهرامات هي افضل شيء في الرمز اللي قدامي الخاص بمحافظة الجيزة ده بالنسبة للاسئلة بصفحة 38 طيب احنا ممكن نشوف الصفحة اللي بعدها انا عندي بصفحة 39 بيقول لي ابحس واكتب اختر سلاس محافظات وحد التاريخ العيد القومي لكل منها وسبب الاحتفال به ارسم شعار للمحافظة هو عايز كده كل محافظة شعارها ايه من التلاتة وكمان عايز اعيدها القومي وعايز وصف للشعار ده يعني كل شعار الرموز اللي موجودة فيه بتدل عليه تاني النشاط ده انا شايف النشاط مهم جدا وهديك معلومات كتيرة ويمكن كلكم لما تجمعوا النشاط داخل الفصل وتبدلوه مع بعض ده هيدي فايدة ان كل واحد فيكو هيقول معلومة مختلفة وبالتالي هتبقى معلومات كويسة جدا وتجربة كويسة بالنسبة لكم يبقى هنا عايز اختار تلات محافظات واحدد اسم المحافظة وعيدها القومي والشعار بتاعها احاول ارسمه هنا وفي نفس الوقت اقول كل رمز جوه الشعار مدلوله ايه طبعا انا هديكم مثال وهسيب لكم بقية النشاط تحلوه تكتهدوا فيه وممكن بعد ما تخلصوه ترجعوا لمدرس الفصل او توروه لحد من اللي بتحبوه او حد من العيلة وقد ايه هيبال ان انتو شاطرين وعندوك ابتكار وعندوك ابداع طيب انا ممكن اختار شعار لمحافظة السويس انا هنا هقول لك اسم المحافظة كمثال محافظة السويس وهي محافظة من محافظات القناة طيب لو اتكلمت عن العيد القومي هو 24 من شهر اكتوبر كلام ده ده حديدا كان سنة 1973 وهقول لكم الحدث ده ايه ليه مهم وليه هما بياخدوا احتفال لعيدهم القوم الشعار هنلاقي انه هو عبارة عن شعلة من النار وهنحاول ان احنا نحددها بشكل اوضح شوية طبعا هو المفروض هنا الشعلة تبقى لونها احمر اغمق من كده هنحاول نحددها عشان تكون واضحة دي بالنسبة للشعلة وهقول لكم مقصود بيها ايه بالزبط عند الجزء الخارجي هو شكل ترس وهقول لكم برضو مدلوله والمقصود بيه ايه ونخلصه في الاخر ونتكلم عن كل مدلول من الرموز دي اللون العام طبعا الترس ده هيبقى لونه زي ما هو كده اسود واللون العام هيبقى الخلفية نفسها لونها ازرق من الخلف كلها هتبقى باللون الازرق كل الفريم ده كده هنعمله داخليا باللون الازرق طيب نمسك جزء جزء او عنصر عنصر رقم واحد بالنسبة للشعلة طبعا هنا تكرير البترول يبقى هنا في بعض المعامل لتكرير البترول وبالتالي بيطلع منها ألسنة من اللهب او النار سواء بترول او غاز طبيعي بالنسبة للترس دوت بيدل على الصناعة او بعض الصناعات اللي موجودة في محافظة السويس طبعا ده مثال انا عايزك انت تستخدم المثال ده وتبدأ تدور على اهم المحافظات اللي انت شفتها عن طريق الانترنت وترسم الشكل بتاع الشعار وتعرف عيدها القومي وهنا تكتب مدلول كل رمز في الشعار ده وتبدأ تبدل المعلومات مع زميلك طبعا انا قلت ان هنا العيد القومي لمحافظة السويس كان 24 اكتوبر وخاصتك في التاريخ سنة 1973 وعايزك انت تركز 1973 بالذات في شهر اكتوبر كان في حدث مهم مش لو حافظة السويس بس ده المصر كلها حد فاكر الحدث ده او حد عارفه برافو عليك هو هنا حرب اكتوبر 73 والحقيقة ان يوم 24 اكتوبر شعب السويس كان بيدافع باستماتة مع القوات المسلحة المصرية ضد العدو الاسرائيلي وقدرت السويس من الشعب والجيش ان هي تهزم العدو الاسرائيلي وده كان من اسباب نصر اكتوبر سنة 1973 اعتقد ان ده حدث مهم كفاية انك عمرك ما تنسى ابدا العيد القومي لمحافظة السويس واللي هو 24 من شهر اكتوبر ده كده مثال قدامك تقدر انت تطبق عليه زيه في المثال التاني والتالت عندي بعد كده رقم اربعة لاحظ وفكر واكتوب لاحظ شعار المحافظات التي اجريت اجريت بحسا عنها ثم قارن بينها وبين شعار محافظتك هنا عايزك اللي انت عملت عليه بحس ده تقارن ما بين الشعار ده وما بين شعار المحافظة بتاعتك انت هل توجد نقاط تشابه بينهم هل في شبه فعلا بينهم ده انا هسيبه برضو ليك تبدأ ان انت تكتهد فيه وتحله وفي الاخر توريه للمدرس بتاعك او تعرضه على زميلك علشان يبقى الموضوع فعال اكتر ده بالنسبة للأسئلة اللي موجودة في صفحة تسعة وتلاتين انا عندي كمان دلوقتي أسئلة في صفحة أربعين تعالوا كده نبص عليها طيب احنا عندنا في صفحة أربعين لنتعمق في الفهم اقرأ وصمم صمم في الإطار التالي ملصقا دعائيا يروج للأحداث والأنشطة التي يتخللها الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتك يعني هنا عايزك تصمم شكل للدعاية عشان خاطر الأحداث والأنشطة اللي هتحصل في الاحتفال اللي هيتعمل للعيد القومي لمحافظة بتاعتك طبعا فيه أشكال مختلفة كأنشطة بتحصل في الاحتفالات الخاصة بالمحافظات ويمكن فيه اختلاف نسبي يعني احنا قلنا مثلا ان انا عندي الأعلام بترفع فيه الشوارع والميادين مع علم كل محافظة وكمان بيكون فيه افتتاح لبعض المشروعات المهمة من قبل المحافظ اللي هي بتخدم الشعب كله يبقى انت ممكن من خلال التصميم ده تكتهد فيه انا متأكد ان انت هتعمله كويس ودائما احنا بنقيس الجوانب الإبداعية وبنديك فرصة انك تفكر وتبتكر بنفسك علشان يكون فيه عندك تفكير مختلف يبقى انا هسيب لكم النشاط ده تعملوه في البيت وكمان تعرضوه على زمالك في الفصل واكيد هيبقى فيه اختلاف ما بينكو وهيكون الموضوع شيق ومفيد ده بالنسبة لصفحة 40 احنا ممكن نكمل مع بعض مرة تانية حل التدريبات يلا بينا طيب احنا هنكمل اسئلة بتاعتنا في صفحة 41 في عندي هنا اسئلة فكر وابدع تخيل انه قد طلب منك تصميم شعار جديد لمحافظتك فكر فيه رمزين يمثلان من اهم الرموز ثم اشرح ما يرمز اليه كل منهم هو هنا عايزك تبدأ ان انت تفكر تعمل شعار جديد للمحافظة بتاعتك ويبقى فيهم على الاقل رمزين من اهم الرموز الي في المحافظة وتبدأ توضح مدلول كل رمز من الرموز دي نقول تاني يبقى هنا النشاط ده مختلف شوية عايزك تفكر اكتر كل طالب حسب المحافظة بتاعته وتبدأ ان انت تصمم شعار جديد للمحافظة غير الشعار القديم وتختار فيه رمزين على الاقل وتبدأ توضح كل رمز مدلوله ايه مثلا انا ممكن ادي مثال على ده والمثال هيكون على محافظة الجيزة فاحنا مثلا لو فكرنا وقلنا ممكن نتخيل في محافظة الجيزة ان احنا نعمل شعار جديد هيكون مرسوم مثلا فيه رمزيس التاني وده لانه شخصية من الشخصيات الفرعونية المهمة يبقى انا اخترت رمزيس التاني لانه من الشخصيات المهمة وخلي بالك ان الفترة دي كان فيه عاصمة اسمها منفيس اصل مدينة الجيزة وكمان هختار رمز تاني للعاصمة غير رمزيس التاني وهو ابو الهول وانت عارف ان هو من الاثار الفرعونية المهمة اللي موجودة في محافظة الجيزة يبقى انا بحاول اديك افكار ومثال فانا اخترت محافظة الجيزة وهبدأ اصمم شعار جديد ليها وحطيت رمزين من وجهة نظري ان هما مهمين الرمز الاول هو رمزيس التاني والرمز التاني ابو الهول وخلي بالك هنقدر نقول ان هو حارس للاثار اللي موجودة في محافظة الجيزة يبقى ده مثال انت ممكن تطبق المثال ده على محافظة من اختيارك انت وتبدأ تختار رموز جديدة وشعار جديد طيب هنا بيقولك سمم الان الشعار الجديد مستخدما الوانا مختلفة وضع الرمزين اللي زين اخترتهما في النشاط اعلى ووضح ما يرمز اليه كل لون من الالوان يبقى هنا برضو انا هتديك مهلة ان انت تبدأ تبتكر الشكل الجديد وده بيختلف من طالب لطالب حسب اختيارك للمحافظة وحسب اختيارك للرموز بس لازم لما تختار الرمز تعرف مدلوله ايه او حتى كل لون هتختاره تعرف هو بيدل علي طيب انا عندي جزء التقييم الزاتي لازم ارجع للأهداف اللي احنا قلناها في اول الدرس وابدأ اعلم صح على المربع المناسب ولازم دايما نتأكد ونراجع على الاهداف بتاعته تعالوا كده نرجع وزي ما احنا متعودين هنبدأ ان احنا نراجع الاهداف بتاعتنا زي كل درس ونتأكد ان الاهداف وصلت بشكل كويس ودايما عايز اقولك لو في عندك مشكلة في اي هدف من الاهداف ممكن ترجع لمدرس الفصل بتاعك طيب على كده نشوف الهدف الاول احدد الحدث المرتبط بالعيد القومي لمحافظتي ومظاهر الاحتفال بيها يبقى اول حاجة لازم اعرف ليه المحافظة اللي انا فيها بتحتفل باليوم ده وايه الحدث المهم اللي حصل وخلانا نحتفل بالعيد القومي في نفس اليوم وكمان اعرف مظاهر الاحتفال اللي موجودة تعالوا نشوف الهدف الثاني اشرح سبب وجود شعار لكل محافظة يمكن احنا اتكلمنا في الجزء ده وقلنا الشعار بيختلف من محافظة لمحافظة حسب نشاط السكان والاحداث التاريخية المهمة الهدف اللي بعد كده اميز بين شعار محافظتي وعلم مصر وهنا ان شعار المحافظة مقلتلك حسب الحدث التاريخي وحسب نشاط السكان اما علم مصر فاحنا قلنا ليه رموز والوان محددة ويمكن كان لها تطور من القديم الى الحديث الهدف الاخير احدد رموز شعار محافظتي ومدلول كل رمز فيها واحنا اكدنا المعلومة دي ودينا كذا مثال زي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ده كان بالنسبة لدرس النهاردة يا رب ان شاء الله اكون في التكو الدرس اللي جاي هنبتدي سوا الوحدة الجديدة اللي هي الوحدة التانية اشكركم على حسن استماعكم اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة